عايزة أوري حضرتك مجموعة من الأرقام اللي هي الممتازة نعرض بس الأبرز يا جماعة في دورة أبطال أفريقيا السنادي في بعض الأرقام اللي هتكون مفاجأة لبعض الناس من هي لبعض اللعيبة بص الأرقام الممتازة اللي بتوضح أبرز اللعبين لمناتي الأهل السنادي أول حاجة مين الهدف في البطولة؟ محمد شريف تاني هدفي زي ما حدقك بتقول تاني هدف البطولة السنادي السنادي أه بعد تيجو اللي هو مهاجم بيترو أتلكو عنده فرصة أنه لو سجل هدف في النهائي يكون هداف دوري أبطال أفريقيا للعامل سنة التالية التوالي ودي حاجة كويسة جدا بيرسي تاو أكتر لاعب صنع أهداف في البطولة خمسة أسست الناس اللي بتقولك تاو النادي الأهل اشترى الترماي واشترى مش عارف إيه بقى يبصوا على الأرقام دي بيرسي تاو أكتر لاعب ساهم في أهداف في البطولة النادي بيرسي تاو مسجل خمسة مسجل ثلاثة وصنع خمسة عامل مساهم في تمن أهداف أكتر لاعب في البطولة كلها تعالوا بقى يبصوا على الأرقام أحمد عبدالقادر تاني أكتر لاعب عامل مراوغات نجحة في البطولة أحمد عبدالقادر 21 مراوغة نجحة علي معلول أكتر لاعب صنع فرص في البطولة كلها 22 فرصة رقم بعد كده علي معلول تاني أكتر لاعب تمريرات صحيحة في البطولة 474 ياسر إبراهيم رابع أكتر لاعب تمريرات صحيحة في البطولة و453 وده التطور اللي بيقدمه ياسر إبراهيم كانوا بيقول لك كورته مش حلوة مش حافقين نهاردة ياسر إبراهيم رابع أكتر لاعب عامل تمريرات صحيحة في البطولة رقم كويس جدا ياسر إبراهيم سادس أكتر لاعب عامل انترسيبشن تدخلات دفعية في البطولة 18 انترسيبشن نيجي بعد كده الأحمد عبدالقادر الرقم المفاجئة سالس أكتر لاعب فاس بالتحامات سنائية في البطولة التحامات سنائية 54 التحام سنائي أحمد عبدالهادر هو أحرف العيب في النادي الأهلي وهو كمان اللي بيفوز بالالتحامات وأنه عنده قدرات دفعية كبيرة علي معلول كالعادة مصدر صناعة الفرص الأرقم بيقدم تطور ممتاز مع النادي الأهلي السنائي